يعني يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي مش كلنا عارفين هذا الكلام ولا بندحك على بعض كلنا عندنا بيوت وعندنا أولاد وعندنا كذا الرجل بيقول كلمة مبارح كلنا عارفين يا صحيحة وكلنا زعلنا لأن كلنا للأسف يعني كلنا مش بنواجه الحقيقة احنا عايزين نفكر بشكل مختلف احنا نواجه أنفسنا بشكل مختلف الرجل قال كلمة لإيه؟ قال ما هم الأمهات في البيوت بيعودوا على الفيسبوك طول النهار ما هماش فاضين يا رب يا لب كلمة الوزير قالها ولقيت لك على الفيسبوك بقى كل واحد طلع بقى على الفيسبوك اللي هم اللي بيسموهم المتنطعين اللي هم يعني بيتمسكوا في غير موضع التمسك قال لك كلام غير مقبول للوزير والوزير إزاي بيوهاجم الأمهات والوزير وأمهاتنا على راسنا ومش حافظ أقول لكم على حاجة الوزير عنده حق وهنا نتحق على بعض الوزير خشه أي واحد بيسمعني شوف هتلاقي كله قاعد كله واحد ماسك التليفون وما فيش بيبوسش على جنبه ونفس الكلام الأمهات بتبوس يقول لك إيه أنا بشوف كذا وبشوف الطبخات الجديدة والطبخات القديمة واللبس والموضة والكلام الراجل قال كلمة وقعية قال لك يعني عايزين رب ولادنا نعلم ولادنا التربية وتعليم الولاد مش أحفظه الشعر والقصيدة والمعلقات والكلام أفهمه أربيه أكلمه أخليه فكر هو ده كلام الجديد للدولة عايزة تعمله لكن فيه مقاومة مقاومة من مين من ناس عاملين جروبات على الفيسبوك اللي هم طونهار بيضاع وقتهم على الفيسبوك مش فاضين لا يشوفوا الولاد ولا يشوفوا كتب الولاد ولا يسأل ولا يطلع ولا يخرج ولاد هو ده قصة أنا بقول تاني أنه لما أجي أقول خبر زي بتاع هالة زايد وزيرة الصحة وبتكلم من برعة لقاله الرجل المحترم طرق شوقي وبقول تاني للناس أنا أزعم برضو معلش يعني كل تصريحات وخطط وزراء التربية والتعليم منذ الدكتور طه حسين مرنب محمد حسينين هيكل وأحمد ضدف السيد إلخ إلخ كل الكلام اللي قريته تقريبا نفس الكلام وما حاش عارف يبدأ اللي بدأ هو الراجل طرق شوق بدأ بدأ حقيا